يا رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اليوم النهاردة حديث كان عبدالله بن مبارك هذا الرجل كان عابدا مكتهدا وعالما بالقرآن والسنة يحضر مجلسه كثير من الناس يعني رجل فقيه عالم جليل الناس كثيرة تروح للعبدالله بن المبارك ليتعلموا منه علمه الغزير الكثير في يوم من الأيام كان يسيره مع رجل في الطريق فعطس الرجل ولكنه لم يحمد الله فنظر عليه بن المبارك يلفت نظره إلى أن أن يحمد الله بعد العطس سنة على كل مسلم أن يحافظ عليها ولكن الرجل لم يتنبه ولم ينتهي فأراد ابن المبارك أن يجعله يعمل بهذه السنة دون أن يحرقه فسأله أي شيء يقول العطس إذا عطس فقال الرجل الحمد لله عند آزم قال له ابن المبارك يرحمكم الله وكأن الرجل قد قالها حينما قال له ابن المبارك كيف يقول العطس إذا عطس فقال الرجل الحمد لله فسيدنا عبدالله بن المبارك قال يرحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ترجمة نانسي قنقر